تعايز أبدأ معاك كابتن يعني عن طبعا إنجازاتك ونجاحتك لإني ما ينفعش يكون معايا كابتن هنومزي نموذج من النماذج المحترفة اللي كلنا تعلمنا منها ما ينفعش في الأول قبل ما أبدأ طبعا على موضوع صلاح لإني بقى دلوقتي الحدث مش مبارات كافي دي لإن إحنا كلنا كنا جايين ميكزين على مبارات طبعا نراس الأخضر ولكن اللي حصل خلانا كلنا هنتجه دلوقتي إن إحنا نتكلم على الهزة اللي بتحصل في الوقت الحالي ولكن لازم الكابتن هاني أخد منه رسالة لكل لعابتنا لإني أغلب لعابتنا ما بتقداش تستحمل في الاحتراف إيه السبب في كده؟ والله يا حاجات كتيرة جدا ويمكن النقطة دي تكلمت فيها أنت راجل من الناس اللي احترفت بشكل كبير جدا وعارف إن الموهبة وحدها لا تكفي في موضوع الاحتراف أنت بتتكلم على كاراكتر بتتكلم على شخصية وتتكلم على حد يقدر يندمك في المجتمع بشكل كويس حد يقدر يتعلم لغة بشكل كويس حد عنده قدرة على التكيف على الأجواء بشكل كويس واحد عنده إسرار وعنده عزيمة أن يكمل مشوار المشوار صعب جدا وإنت مريد بدأ المشوار دايما بيبقى صعب جدا حاجات كتيرة جدا بتتعامل مع مجتمع مختلف بتتعامل مع لغة مختلفة بتتعامل مع لعبين مختلفين أجواء مختلفة كل دا لو أنت ما عندكش القدرة على التكيف أولا في أنك تعيش القصة كده بعيدا عن الجزء المهم جدا عملية الديسبلين وعملية الالتزام وعملية الطموح وأنك دايما عندك هدف وبتحاول تحققه لأنك حتصطدم بمشاكل كتير جدا وإنت العيب فلو أنت ما عندكش أو مجهز نفسك لده الأمور بتبقى صعبة جدا تبقى صعبة صحيح دا مهم جدا بعيدا إحنا عندنا الموهبة وعندنا القدرة الفنية ولكن الموهبة لوحدها لا تكفي لأن الطموح هو أهم حاجة أن أنت سقف طموحك ما يبقاش موجود سقف للطموح الطموح هو الكراكتر نفسه بتاع الشخصية يعني فيه لعبة كويسة أو ممكن تلعب حتى على المستوى الفني كويس لكن شخصيته ما تقدرش تندمج لأن أنت يعني طول اليوم أو أنت بتتمرن أربع خمس ساعات في اليوم لكن بقيت اليوم لازم تندمج بشكل أكبر مع المجتمعين صحيح